ميليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت الحرب على كل شيء في صنعاء آخر الضحايا منظومة التأمين الاجتماعي نهب لم يتوقف لأموال الصناديق التأمينية والتقاعدية ذريعة النهب هي تمويل الحرب التي تخوضها الميليشيا ضد الوطن والدولة المصادر الرسمية تؤكد أن أكثر من 750 مليار من أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات استولت عليها الميليشيا خلال أكثر من عام ونصف من عمر الانقلاب على السلطة الشرعية والوفاق الوطني التصرف برصيد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الموجودة في البنك المركزي تم وفقا لهذه المصادر دون إذن الهيئة في حين توشك الميليشيا على الإجهاز على 200 مليون دولار لا تزال موجودة في رصيد الهيئة في ظل رفض موظفية الهيئة هذه الإجراءات المنافية للقانون أمر دفع بميليشيا الحوثي إلى فرض عبد السلام المحطوري المحسوب على الميليشيا مديرا جديدا للهيئة بعد أن قام أكثر من 20 طقما مسلحا بمحاصرة مبنى الهيئة بالعاصمة صنعها نحو مليون موظف مدني وعسكري يواجهون خطر ضايع مرتباتهم التقاعدية جراء التجريف الهائل للموجودات المالية لاثنين من أهم صناديق التأمين في البلاد الهيئة العامة للمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات وسط تجاهل واضح من قبل المنظمات التي ما فتئت تتحدث عن الوضع الإنساني الكارثي في البلاد سلسلة الانتهاكات الميليشياوية التي بدأت بتفجير البيوت والمدارس والمنشآت ونهب المالية العامة تتكرر في نهب المرتبات التقاعدية التي تلحق الأذى بالأحياء والأموات اشتركوا في القناة